بالنسبة للسياسة جديدة لكي نبنيها ممكن نحتاج إلى قروض ولكن أنا شخصياً ما بين نقاط القوة اللي وجدناها في هاد أزمة كورونا ونهي الأسعار هي عدم المديونية وما نرجعش المديونية لا عند لا فامية ولا بانكمانديال ولا غيرها في حتى دول صديقة اللي اقترحوا علينا قال نساعدوا ونهي اقتر خيارك مني نحتاجه نقول لك لأن المديونية تقاملك غالية الشعب هدا حر الشعب ما يبغيش باش تمثلوا السيادة انتاهم ما يبغيش باش نمشينا نرهان السيادة انتاهم على بال وعشت التجربة عشنا هات تجربة فيها واحد وتسعين واحد وتسعين على بالك مني مشينا في القطاردنا اغلقنا حتى الادارات اغلقنا هادي لا انا حبس الساكن حبس هادي حبس هادي ما ما بالنسبة العملة الوطنية العملة الوطنية اليوم راهي داول عندكم عند الصحفيين وعند اقتصاديين وعند هذا ان القطاع الخاص غير المهيكل باش ما نقوش الاختصال الموازي عنده ما يقارب بين احصاية ميش دقيقة البعض يقول ستالاف مليار والاخر يطلوها حتى العشر الاف مليار دينار موجودة قابلين باش يضخوها في الاقتصاد اعطيهم الضمانة تاهم انا نقتارد من عند الجزائري وممشيش نقتارد من عند الفامي الجزائري مهما كان الحار راهي راهي يستثمر في بلاده ونصون الاستثمار تاهم ونحميه ويمشي نقتارد في عند البنوك اجنبية فقط سيادة تاهم ايه تسكت نطقتها لا على فلسطين ولا على الصحراء ولا على هادي ولا هادي مليحة وهادي بشي مليحة وهادي نتكعلا شنو حافظوا على احتياتنا تاهم واحتياتنا تاهم راه جاي دخل اخر تاهم البيترول وان كان بـ 30 دولار ولا فيها دخل كمان راهي ينضاف للاحتياتنا تاهم دان بالنسبة للسحب النقود ما نسحبش السحب النقود شكون يخلصها في النهاية يخلصها المواطن اللي انفلاصيون تطلع للسماء الحاجة اللي مطي يشريها بـ 1000 وليس بحشريها بـ 7000 والدخل تاهم وما زادش وش الفايدة منها حاول ما نسحب ناخد من عن الجزائرية ونعطيه كل الضمانات اللي حبها بغاية دير بنك حاليا يدير بنك إسلامي بيدون فاوية تفضل البنك المركزي يعطيك الاعتماد منتعك متلك اليوم الاقتصاد نتاعنا ناقص إحصائيات دقيقة قليل عندنا إحصائيات بالنسبة لشي اللي معروف رسميا سكي بنكال سكي باس بالدوان سي تو ويقفة 50% الاجتماعيات 50% لا نستغرق بيديونا ناقص الإعايير حتى من نضع البطالة القطاع هذا سي خدم مليون على مليون ومئتين ومليون وخمسمائة ألف عامل لا يجب خلاف الإحصائيات إلى آخر هذا هو الاقتصاد سي طيب اللي نعاود ونبنوه إن شاء الله بكل الإمكانية نتاعنا وجزائرية قبل ما تكون أما الاختراض للتصنيع الدولة اللي تقتارد في حاجة اللي عندها مرضودية عالية ما هوش اختارة لأنه نترجعه بسهولة ما فيش تقتارد باش تبني ميناء تجاري اللي يزيد يجلب لك المداخي القوية تقتارد باش تواصل السكة الحديدية تقتارد باش تنمي قدراتك انتا في انتاج كيمياوي بيترو كيمياوي للفايدة اوباينا فلمونياك في هادي ما زال ما قررناش فيها لكن هادي جيمعة دول اللي تبغي تدخل معاك في الأمور هادي لحد الآن مانع على نفسي هادي البلونشابية كما يسميه التمويل غير تقليدي ولا الاختراض اشتركوا في القناة